مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان مساعة الخير و اهلا بحضراتكو في لقاء جديد و حلقة جديدة من حلقات الاهلي الليلة النهاردة هنبدأ بالرد على سؤال كنا بنسمعه طول الوقت اعتقد انا و زملائي و كل من ينتمي بشكل او اخر لهذا الكان الكبير للنادي الاهلي او لقناة النادي الاهلي كنا بنسمع من المشاهدين في اجتهادات في الفترة اللي فاتت والناس كانت في كل مكان بنقابلهم بيقولولنا اجاي مستمر ولا لا هل اجاي باقي مع الاهلي ولا لا احنا شايفين انه لعيب كبير والعيب مهم ومؤثر واضافة فنية كبيرة للفريق وخايفين انه يسيب الفريق في مرحلة مهمة زي دي وكان اجتهدنا كلنا دون ان يكون لدينا العلم بالامور داخل النادي والكواليس والقرارات الفنية اللي هي طبعا صلاحيات مطلقة لمجلس ادارة النادي مع الجهاز الفني والقائمين على شؤون كرة القدم وفي مقدمتهم لكابتر محمود الخطيب رئيس مجلس الادارة والمشرف على تطوير ملف كرة القدم او امور كرة القدم في النادي على مستوى القطاع نفسه وعلى مستوى الفريق طبعا شفنا التحرك الكبير اللي بيحصل في فترة اللي فاتت لكن ضمن الاخبار الموجودة معنا انه فيه اتفاق بين المسؤولين في النادي ورؤية الجهاز الفني الحالي بقيادة لسارتي على قيمة هذا اللعب وقدراته الفنية وانه اضافة كبيرة للفريق وتمسك الجهاز الفني بوجوده وقيده رسميا في القيمة الافريقية ليكون من اوراق القوة وطبعا اللاعبين اللي هم الكي بلايرز بالفعل في فريق الاهلي في الفترة الجاية وده طبعا عملية اجماع موجودة في الاراء المشاهدين والنقاد والاعلاميين في الوسط الرياضي وكل جماهير ومحب النادي الاهلي والمسؤولين في النادي في مقدمة من يدركه تماما وعلى وعي كامل بقيمة وقدرات هذا اللعب وكنا دايما بنقول للناس ده اجتهادنا الشخصي لحد ما يصدر قرار بشأن أجائي في هذه المرحلة مين موجود من الافريقة من اللاعبين الاجانب مين مش مستمر مع الفريق دي رؤى فنية وقرارات فنية بحتة وإدارية خاصة بالنادي والمسؤولين فيه لكن كنا بنقول ان المنطق بيقول ان الخبرات الموجودة في النادي في امور كرة القدم أكيد لديهم من الدراية والمعرفة والخبرة اللي يخليهم متمسكين بلعب بقدرات وحجم أجائي وإمكاناته سواء كصنع ألعاب أو لعب وسط مهاجم أو هداف في كثير من المباريات اللي بيقدر كمان يؤدي فيها دور المهاجم الصريح ويعوض غياب المهاجمين وده شفناه في مباريات كثيرة سابقة سواء محلية أو أفريقية فكان المنطق بيقول انه طالما النادي الأهلي بيتجه هذا الاتجاه لدعم الفريق وتطويره وبناء إعادة بناء الفريق حسب تصريحات الكابتن الخطيب فيه تصريحات سابقة له قبل بداية هذه المرحلة من التعاقدات الرائعة في فترة الانتقالات الشتوية للنادي الأهلي بيتصدر فيها سباق الحصول على أفضل العناصر من داخل ومن خارج الدوري المصري لتضيف للفريق فنيا على المستوى المحلي والدولي كانت كمان منطقي جدا أنه يتمسك بأفضل العناصر الموجودة داخل الفريق طالما بنبحث عن أفضل شكل للفريق ونتائج في الفترة المقبلة وده كان سبب قناعتنا وثقتنا أن أجائيه هيكون مستمر وده اللي اتحق بالفعل بعد قيده أفريقيا وقدمنا أجائيه ولقطات من مباراة سابقة وإن شاء الله تتكرر فرحتنا بأهداف أجائيه وإضافته للفريق مع انطلاقته مع الفريق بدءا من المباراة القادمة في الجزائر إن شاء الله